يا الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله ما شاء الله بيت جميل سأجد من يشتريه إن شاء الله إن شاء الله قل لي يا أبا حسان نعم يا أخي هل ينزعك ملكيته أحد لا 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 إنه لي هذا أفضل هذه غرفة وهنا غرفة وهنا غرفة حسن على بركة الله تعال معي لتتفاهم مع من سيشتري البيت تفضل يا أم حسان أنا ذاهب أنا ذاهب يا ولدي يا إلهي كم تعبت وشقيت يا أبا حسان ليكون لك بيت ولكن بل عمل هذه إرادة الله على كل حال إنه بيت محمد بن الجهم المكنى بأبي حسان وهو بيت متين البنيان متوسط في السوق فناءه واسع وأبوابه حصينة وهذا مالك لا ينازعه فيه أحد ألك هوى في شراء في شراء البيت يا حنضل إن أحببت أن تشتريه فهو لك يا ربيع هو لن أزاحمك عليه وإلا فلا مانع عندي حسنا وبكم تبيع هذا البيت يا أخي هذا البيت بخمسين ألف كان الخطأ في هذه الحلقة هو ظهور جهاز الراديو علما بأن أحداث القصة تدور في زمن لم يعرف فيه مثل هذا الاختراع لقد حاول الإنسان قديما التخاطب مع بني جنسه عبر الرسائل والإشارات واستخدم لذلك وسائل مختلفة منها الصوت وحركات الجسم وقد استخدم النار أيضا ليعطي مدلولات معينة لمن يشاهدها عن بعد ومع تقدم المعرفة والعلم لدى الإنسان توصل إلى معرفة كنه الصوت وأثبت بتجاربه أن هناك الملايين من الأمواج الرادية تجوب الأجواء بسرعة ولكي نتمكن من سماع هذه الأمواج لابد لنا من جهاز يحول الإشارات الكهربائية إلى أصوات نسمعها وفكر الإنسان كثيرا في إمكانية جمع هذه الأمواج وإعادة التقاتها